موسيقى عايزة أدم مقدمة هناك اختلاف بين الحقائق التي يقدمها أو اللهوت أو الفقه بقى الذي يقدمه الدين الإسلامي الحنيف وبين اللهوت الذي يقدمه الإيمان المسيح البعض يريد أن تكون الحقائق متشابهة ومتسقة وإلا فهم يقولون أن الإنجيل محرف طبعا هذا الاتهام لا أساس له بأي برهاة ولم يقل به القرآن الكريم أو في كلام الرسول نفسه أن الإنجيل محرف طب لماذا يقولون أن الإنجيل محرف لأنه هناك حقائق في الإنجيل مختلف عليها في القرآن وما له لما يبقى هذا مختلف عن ذلك إذا المسيحيون يقدسون التوراة ويضمونها إلى كتابهم المقدس وكمية الإختلافات بين التوراة والإنجيل تكاد تكون 90% من الحقائق المسيح غير التشريع ولم يقل اليهود أو المسيحيين عن اليهود أنهم حرفوا ولا غير ذلك فأنا أريد أن نرتقي إلى مستوى العقلانية والإحترام المتبادة فنقول المسيح مات صلب على الصليب ومات وقام من الأموات وصعد إلى السماوات بحسب الإنجيل ولكن بحسب القرآن المسيح لم يصلب ولم يدفن ولكنه رفع إلى السماء حيا بحسب القرآن دل روايتين مختلفتين رواية تخص القرآن ورواية تخص الإنجيل هذا هو ما يقوم عليه الإيمان المسيحي وهذا ما يقوم عليه الإيمان الإسلامي وكل ديانة مختلفة عن الأخرى ده الجزء الأول من الحديث وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت إلى الجميع الجزء الثاني من الكلام أنا أريد أن أشرح ما هي قضية الموت والقيامة من الموت في اللهوت المسيحي الموت في اللهوت المسيحي وهذا أيضا ما هو مكتوب في التوراة أن الإنسان كان مفروض أنه سيعيش بلا موت وليس أنه كان الموت جزء من مكونات طبيعته لا كان قابلا للموت لكن لم يكن مصابا بجرثومة الموت ثم من أين أتت إليه جرثومة الموت؟ من الشيطان الشيطان هو الذي شبه في قصة التوراة بالحية التي نقلت لدغة الموت أو جرثومة الموت أو غواية الخطيئة إلى الإنسان من الشيطان الشيطان إذن هو المخلوق الذي كان يحمل الموت في كيانه ولماذا يحمل الموت في كيانه؟ لأنه انفصل عن مصدر الحياة اللي هو مين؟ اللي هو الله لما كان ملاكا في محضر الله كانت حيات الله تشع فيه لما انفصل عن محضر الله وسقط وترد من محضر الله فقد هذه الحياة فصار يعمل فيه الموت الموت له صورتين أنا بشرح الإيمان المسيحي حتى لو كان هذا مختلف عما أنت تعرف صورتين الصورة الأولى هي موت الجسد اللي احنا كلنا نعرف لكن الصورة اللي وراء موت الجسد هي موت الروح إيه هو موت الروح؟ يعني دلوقتي مات فلان أي خرجت روحه من جسديه روحه بقى راحت فين؟ هي راحت فين دي؟ إما أنها راحت إلى الموت أو أنها ذهبت إلى الحياة مين الموت؟ الموت وملك الموت هو الشيطان هو إبليس فإذا كانت روحه قد خرجت من الجسد وقبض عليها إبليس وصارت في حوزته فهي خرجت من موت الجسد إلى الموت الروحي ليه؟ لأنها صارت في قبضة إبليس اللي هو ملك الموت وهو الميت الأساسي أو أن الروح ذهبت إلى السماوات إلى الله الله هو مصدر الحياة فإذا هذه الروح خرجت من موت الجسد إلى حياة الأبد إلى الحياة الفائدة من الله المشكلة اللي البعض بيتعامل بيها مع قضية صلب المسيح هي أنه كأن المسيح صلب رغم إرادته ده المسيح صلب بإرادته وكأن الآب السماوي ما كانش قادر ينجيه وكيف لا ينجي ابنه من الصلب لأن فيه هدف من وراء الصلب أو الموت هنا هو المواجهة مع هذا الموت يبقى هو كان يريد أن يأتوا بالموت عليه سواء الشيطان أو البشر الأشرار لكي يتواجه مع الموت ويغلب الموت بالقيامة من الأموات القيامة من الأموات هنا هي الجزء المكمل لحقيقة مواجهة مع الموت وقبوله للموت وطبعا الإنجيل بيقدم كلام كتير بيقول فيه أن المسيح جاء بإرادته ولكي يواجه الموت كما أسلفت التركيز في الأسئلة رايح لفكرة لأن القرآن الكريم بيقول أنه لم يصلب يبقى الفكرة الصورة اللي عندك في الإنجيل تبقى غلط لضيق أفق لمؤخصها لا أنت يعني احتفظ بإيمانك كمسلم في القرآن الكريم كما تريد ولكن قل هذه هي رواية القرآن الكريم وأنا لسه أمديك مثال الخلافات الكثيرة جدا بين التوراة وبين الإنجيل ومع هذا نحن نقول هذا لهوت العهد القديم وهذا لهوت العهد الجديد لماذا ينبغي أن أخطئ هذا من أجل ذلك ثم أنا أشرح لك الآن لماذا كان ينبغي أن يواجه المسيح الموت ويقوم من الأموات مين بقى اللي قام من الأموات جسده لحمه وعظمه ده هو اللي قام وعشان كده هو بيقولهم أنت لسه واقف عند أنه حينما يموت الإنسان تخرج روحه طيب ما هو ده الموت الذي بلا قيامة أن الروح بقى روح من غير جسد اللي صمعوا المسيح أنه قام قام يعني أقام جسده يعني جسده اللحم والعظم هو اللي قام وعشان كده لما هم قابلوا بعد في يوم القيامة بيقولهم جسوني أنا مش روح أنا قمت من الموت بشحمي ولحمي هل الروح له لحم وعظم لا يبقى هذا ببرهن لهم على قيامته أنه قام بجسده اللي هو فيه لحم وعظم وهتقولي حاجة أكلها قدامكم عشان أوريكم أن أنا بجسدي أهو فإذن الجديد اللي عمله المسيح أنه انتصر على الموت وغلب الموت بتاع إبليس وصنع قوة القيامة ومن ثم قوة القيامة هذه بيمنحها للمؤمنين طبعا أنا لما بقول المؤمنين مش كل واحد قال أنا مسيح لا أنا بكلم عن المؤمنين اللي وصلوا إلى صورة المسيح وقداسة المسيح لأنه عرضه لما تقرى في العهد الجديد أنه الحية لدغة بولوس الرسول ولم يتأثر بسم الحية وألقاها في النار إيه دا يعني ما هذا أن الإنسان استلم قوة القيامة لما تشوف في العهد الجديد أن الإنسان يقف ويقيم المقعد يشفي المقعد اللي عنده كساح ما هذا طبما هذه قوة القيامة اللي عملها المسيح منحها لتلاميذه فقوة القيامة بتتجلى في هذه المعجزات اللي بتعلن الانتصار على المرض وعلى الموت وعلى الشيطان ونيجي بقى النصرة على الشيطان في تغيير حياة الإنسان من حياة شريرة حياة مهزومة بالخطية إلى حياة غالبة ومنتصرة وأن يكون هذا الإنسان الذي كان مهزوما في يوم الأيام هو على صورة المسيح هذه هي نتيجة القيامة هذه هي غالبة المسيح على الموت بالقيام فالمسيح لم يصل بغصب عنه ما كانش أدري يفلفص من نوم ولا الآب السماوي نجي لا ما فيش كلام من ده في الإنجيل لا هو قرجى بإرادته ليواجه الموت والصليب لوحده لا يحقق الفداء ولا أي شيء لكن الصليب هو جزء يكمله القيامة فالقيامة هي الغالبة على الموت الصليب هو قبول الموت فأنا بشرح لك الإيمان المسيحي في نسخته المسلمة من الآباء أتمنى أن أكون قد أجبت عليك ترجمة نانسي قنقر